اهلا بكم من جديد عادة ما يختار زميلنا صالح صورا من اسطنبول لا اعرف ما الذي حمله على الذهاب الى الولايات المتحدة الامريكية ربما لاننا نتحدث عن ايلون ماسك في امريكا فيوما يفصلاننا عن الموعد الذي ضربه الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ايلون ماسك حيث وعد بالكشف عن نموذج الشركة الاولي من الروبوتات البشرية اي الروبوتات التي تشبه البشر في الهيئة الخارجية وفي محاكاة ذكائها وتفاعلها الثلاثون من الشهر الجاري هو الموعد المرتقب ورغم ان تيسلا تستخدم في مصانعها روبوتات معروفة باسم اوبتيميوس في التصنيع والخدمة اللوجستية والعمل المتكرر لتعويض نقص العمالة وتوفير الايد البشرية فان روبوتات شبيهة بالبشر في الهيئة ستكون نقطة تحول اذا ما اطلقت وقد وعد ماسك بان الروبوتات ستصبح على المدى الطويل قابلة لاستخدام المنزلي كرفيق او كحيوان اليف مساعد ومدرب ويعتبر اعلان ايلون ماسك عن روبوتات شبيهة بالبشر خطوة جديدة كبيرة يأمل من خلالها ان يتوسع الى ما بعد السيارات ذاتية القيادة التي وعد بانجازها غير انها لم تصبح حقيقة بعد مع تطور ذكاء الصناعي ومع تطور الالياف التي يمكن ان تندمج مع هذا التطور الصناعي ومع تطور ايضا الفنون في التصوير والرسم يصبح الانسان اقرب فاقرب الى صناعة هيئة قريبة الى حد كبير من البشر لكنها ايضا لها مخاطرها ولها سلبيتها نرحب بضيفنا من غازي عنتاب استاذ هندسة الروبوتات والذكاء الصناعي في جامعة حسن كالينجو الدكتور عبد الحافظ اهلا وسهلا بك دكتور عبد الحافظ ايلون ماسك اليوم يتحدث عن ثورة جديدة ويضرب موعدا هذه المرة بعد يومين لاطلاق الروبوتات الشبيهة بالبشر ما الذي نفهمه من قوله روبوتات شبيهة بالبشر بداية هل يقصد في ذلك في الهيئة ام في الهيئة وطريقة التفكير والاحساس اهلا بكم اخوتي في تي ار تي العربية اصعد الله صباحكم اصعد الله صباحا عزاء المشاهدين اجمعين ما يقصده ايلون ماسك في موضوع الروبوتات البشرية هو بداية الروبوتات التي تشبه البشر في الهيكل وايضا تشبه البشر في اداء المهام حيث ان من الاهداف الاساسية والاولية والقديمة للذكاء الصنعي والتي يندرج الروبوتات ضمنها هي انجاز اعمال تفكيرا او فعلا تشابه البشر هذه من اهم المحاور الاساسية للذكاء الصنعي فهو عندما يتكلم عن الروبوتات بشرية المقصود انه هناك الروبوتات تشبه البشر في هيكلها وتؤدي اعمالا بنفس الطريقة التي يؤديها البشر طيب تاريخ ايلون ماسك وشركات ايلون ماسك دكتور برأيك هل بالفعل بما لديها من تكنولوجيا وبما قدمته قادرة على فعل هذه الخطوة ام لا لن نستطيع الجزم او الاقرار بانها قادرة ام لا بقدر ما نستطيع ان نستشف المستقبل من تطلعات وطموحات ايلون ماسك ايلون ماسك هو شخص يقف على حافة التكنولوجيا حافة التطور التكنولوجيا فهو يمسك بزمام شركات حديثة ومتطورة وتساهم بشكل فعال في تطوير التكنولوجيا طموحات ايلون ماسك وحتى لو مجازا قلنا احلامه اذا كانت هي فعلا مجرد احلام هي ليست كاحلام الكتاب والادباء الذين اظهروا لنا في السابق روايات عن تطور علمي مثل الصعود الى القمر مثل الروبوتات الى اخيره هؤلاء كانوا مجرد ادباء يطمحون بافكار اما ايلون ماسك فهو رجل كما قلت يمسك بزمام حيز واسع من التطور التكنولوجيا الحالي فينبغي دائما ان نأخذ طموحات ايلون ماسك وتصريحاته على محمل الجد طبعا هذا له حدود يعني عندما نتقبل الاراء من ايلون ماسك نتقبل الطموحات هذا دائما يجب ان نسقطه على اعتبارات اخرى مثلا ايلون ماسك دائما يلعب على العامل الاقتصادي هو لديه شركات هو بالنهاية رجل اعمال يعمل على التسويق يعمل على زيادة المبيعات يعمل على زيادة ارباحه حتى نتجرد من هذه المسألة حتى نتجرد من الانحياز الى اهداف ايلون ماسك الضمنية يجب ان نسقط ما يقوله ايلون ماسك على ادبيات البحث العلمي وما تنتجه مجتمعات البحث العلمي بهذا المجال فمثلا لو تكلمنا بشكل عام البحث العلمي ما زال بعيد المنال عن انه ينتج رجل آلة بشرة ينتج او يؤدي مهام بنفس المهارة او الحذاقة التي يستطيع الانسان ان يؤديها طيب دكتور هذا ما زال بعيد المنال نحن ما زلنا نفكر بامور ابسط بكثير من تلك المهمة طيب دكتور انا ساخذ طرفا مما ذكرت قبل قليل ويعني نتحدث عنه اكثر انت قلت باننا لازلنا كبشرية بعيدين عن انتاج روبوت يشبه البشر في كفاءة العمل ولكن اليوم الذكاء وانا اعجبني جدا الاستخدام قلت الذكاء الصنعي ولم تقل الصناعي ولا الاصطناعي هذه جديدة يعني في اللغة ذكرت الذكاء الصنعي جميلة ملاحب يعني هذه استخدام رائع يعني هذا الذكاء الصنعي كما تسميه دكتور شكرا لهذا الانتباع العفو هذا الذكاء الصنعي دكتور اليوم اصبح قادرا على التعلم ذاتيا يعني هناك خوارزميات اصبحت تتناول الدياتابيز او قاعدة البيانات الكبيرة المتاحة للسيرفرات تحللها تتعلم منها تتفاعل مع ما حولها هناك سنسورز او حسسات شديدة القوة في التفاعل الالات دخلت في الطب وغيرها الانترنت الفايف جي او الجيل الخامس ايضا موجود كل هذه المركبات ولازلنا بعيدين بالفعل عن قدرتنا على صناعة روبوت شبيه بالبشر على المستوى الحسي وعلى المستوى كفاءة العمل في الحقيقة نعم دعني اعطيك مثالين من الامثلة التي تبين لنا ما هو الاسباب التي تجعلنا بعيدين بداية يمكن ان نشيري للتطور الكبير الذي ذكرته حضرتك في مجال الذكاء الصنعي التعلم والتمييز والقدرة على التعرف التشخيص الامراض الطبية كل هذه يعني يمكن ان نجمل هذه التطورات بما حققه التعلم العميق في العاشر سنوات الاخيرة في عام الفين واثناش ظهرت التعلم العميق بقوة والان صار له تطبيقات قوية جدا التعلم العميق ما كان ليستطيع ان يصل الى ما وصل اليه لو لا اولا التطور الكبير في اجهزة الهاردوير يعني في اجهزة الحوسب القوية وخاصة اجهزة الجي بيو او المعالجة الرسوميات والتي تتصدرها شركة انفيديا الان والشكل الاخر هو التعلم العميق او الذكاء الصنعي حاليا بمجمل ويعتمد على التعلم من البيانات فلم يكن قادرا على الوصول لهذا التطور لو لا وجود قواعد بيانات ضخمة تمثل كل مسألة يعني التطور الحالي يسمى هو زكاء مقاد بالبيانات يعني مثلا حتى تستطيع سيارة آلية السير في طريق يجب ان نجمع بيانات عن هذا الطريق وندرب النظام او الشبكة العصبونية او الخوارزمية على ذلك فلولا وجود هذه البيانات الضخمة او لو لا امكانية جمع هذه البيانات في الحقيقة حاليا نحن نقوم من اجل حل اي مسألة نقوم بجمع بيانات لتمثل هذه المسألة ثم ندرب خوارزمية او شبكة على الاداء وفق هذه البيانات فلولا وجود هذين العاملين ما استطعنا ان نرى هذا التقدم الحاصل فاذا اسقطنا ذلك على مستوى المهارات التي يتمتع بها الانسان وهي المهارات الدقيقة التي يمكن ان نقول مثلا ان يعالج اشياء او يتناول اشياء من على سطح او اشياء ما زالا يعني هذه المهارات ما زالا الروبوت غير قادر على العمل بها حتى على مستوى البحث العامل وليس مستوى التطوير فهذه الامكانيات ما زالت غير موجودة لهذا السبب نستبعد ان يقوم التطور الذي حدث بالعشر سنوات الاخيرة بالتوسع ليشمل مثل هذه المهام التي نتحدث عنها التي نسميها بالانجليزية الدكستروس مامبوليشن دكتور أي المعالجي بمهارة هذه مثلا اذا لدينا كرات على طاولة ونريد كرات صغيرة ونريد من رجل آلي ان يلتقط بكفه او باصابع هذه الكرات من دون ان يلمس الطاولة او لدينا مثلا بيضة يريد ان يلتقطها بدون ان يكسرها ربما هذه المسألة محلولة ولكن على صعيد هذه المسائل هو ما نطمح ان يحله الروبوتات البشرية طيب دكتور ولكن مقابل ذلك هناك تجارب كثيرة نتذكرها منذ حاسوب ديبلو الذي استطاع هزيمة البشر في نهاية الامر في لعبة الشطرنج وحتى تجارب اخرى منها ان حاسوبا او ذكاءا صناعيا استطاع ان يتفوق على البشر في مجال الفنون عندما فازت لوحة قبل ايام قليلة لوحة فازت بجائزة فنية يعني المسألة لم تعد مرتبطة فقط بالتعلم بالذكاء وانما ايضا بالفن الذي هو يصدر من ناحية المشاعر وهو ما دفع كثيرين للقول ربما في يوم من الايام سيصبح الحاسوب شريكا للانسان شريكا في حياة الانسان هذا الكلام وارد لدى ايلون ماسك فهو يقول ربما يكون هذا الحاسوب في يوم من الايام شريكا للانسان على المستوى الشعوري كيف تعالجون ذلك كيف تنظرون الى هذا الكلام الحقيقة لا يوجد تناقض بين النقطتين التي قدمت لهما النقطة الاولى ان ما حصل من تطور حتى على صعيد الديب بلو الديب بلو هو برنامج او نظام قادر على اداء لعبة الشطرنج وعندما ندرس للطلاب خوارزميات الديب بلو والتعقيدات الحسابية التي يقوم بها من اجل ان ينجز هدفه هي تعقيدات كبيرة وفظيعة طبعا على مستوى العام الذي صدرت فيه اليوم هو امر بسيط بسبب تطور التكنولوجي هذا على مستوى الديب بلو اما على صعيد المشاعر او الاعمال الفنية التي تتصدر صفحات السوشيال ميديا منذ وقت قريب هذا يندرج ضمن التعلم العميق الذي ذكرته منذ قليل انتاج اللوحات الفنية هو لا يمت بأي صلة الى الفن كما يفهمه الانسان هو يمت الى معادلات حسابية الى خوارزميات تقوم يعني عندما البرمجيات المشهورة الان تعطيها كلمات وصف للوحة ما وهي تنتج اللوحة فهي تقوم بالبحث عبر الويب عن صور ودلائل متعلقة بالكلمات او بمعنى الكلمات التي اعطيتها ثم تقوم بتوليد الصورة المطلوبة وهذا تم بناء البرمجي الاساسي تم بنفس طريقة تدريب الشبكات العصبونية يعني تم بجمع بيانات ضخمة وتدريبة بنفس الطريقة حتى استطاعت ان تعطي خرجا يعني لنفرض الخرج هو لوحة فنية تعبر عن الكلمات التي اعطيت العلاقة لا يوجد فيها اي فن هنا لا يوجد فيها اي فكر هي علاقة تابع رياضة بين دخل وخرج فقط لا غير طيب دكتور باختصار شديد في عشر ثواني شاهدنا التجربة المتعلقة بالمذيع الآلي ربما سمعت بها هل علي ان اقلق ليس تماما انت ما زلت تتمتع بالكسير من المهارات التي لا يستطيع ان يديها المهيد شكرا على الاقل هو بحاجة اليك لتعلمه كيف يكون مذيعا شكرا جزيلا لك على هذه الطمأة من غازي عنتاب استاذ هندزة الروبوتات والذكاء الصنعي في جامعة حسن كاليونجو الدكتور عبد الحافظ عبد الحافظ شكرا جزيلا